يا هلا أخباركم حبايبي يارب اليوم تكونوا كلكم بخير بهالجول كتير بارد ما في ايش بيمنعنا من انه نحضر حالة يكون دافي ويدفي على قلوبنا هالحالة هذا بيجمع نكتين تربينا عليهم من طفولتنا مين فينا ما بيحب حالة الاشعرية او الرز بحليب كلنا اكيد بنعشقهم فمع بالك لو دمجناهم بوصفة واحدة لو اول مرة بتشوفوا القناة انا اماني وهي قناتي احلى الوصفات لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة هذه المجادير اللي قدامكم هي المجادير لطبقة الرز وحليب هاي الوصفة انا ما اعتمداها من سنين لكن انتي اذا عندك وصفة بتحبي او بتفضلي انك تعمليها اليك حرية الاختيار المجادير اللي بدي اعطيك اياها هي لترين من الحليب انا لانه ما توفر عندي الحليب السائل راستبدلته بالمية والحليب البودرة كل اربع كبايات معيارية سواء كانت من المية او حتى من الحليب السائل بتعادل لتر كامل انا استخدمت لترين من المية كل كوب بدي احط عليه معلجتين كبار من الحليب يعني من 10 ل 12 معلجة حليب بودرة بيكون كافي ولكل كوب من المية او حليب سائل بدي استخدم معلجة كبيرة من السكر انا اضيف التجريبا هنا 8 معالج كبيرة من السكر انت بتقدر تضيفي لحد 10 معالج اذا بتحب ان الحالات تكون شوي واضحة واكيد راح استخدم لترين من الحليب كوب معياري كامل من الرز المصري قصير الحبة معروف بكمية النشاة الكتير عالية فيه فعشان هيك ما راح نستخدم كمية كبيرة من النشاة كل اللي راح استخدمه معلجتين كبار من النشاة فقط مش اكتر من هيك حبايب الحلوين الوصفة هادي اوعي تستخدمي فيها رز البسمة او اي نوع تاني ما بينفع نستخدم بالرز وحليب الا الرز المصري اللي هو قصير الحبة عندي هنا على البارد بدي احط كل المكونات اللي ذكرتها الضنجرة اللي هي المية والحليب البودرة والسكر واكيد الرز والنشاة بقلبهم كتير منيح مع بعض في مكونين هم واحد منهم اختياري والتاني اكيد اجباري ما راح اضيفهم هالحين بنضيفهم في اخر خطوة او اخر مرحلة ايش هم المكونين اللي انا لسه ما ضفتهم عندي هنا شوية من ماء الورد بتريد رضي في ماء زهر او مستكة او حتى بانيليا والمكون التاني اللي هو اختياري اللي هو مغلف الكريم شانتيب بتقدر تستبدلي لو ما كان متوفر عندك بالجشطة ولو ما كانوا الاثنين متوفرين اكيد نستغني عنهم تماما ورح تطلع معاك كتير لزيزة رح احطهم على نار كتير هادية واضل كل دقيقتين ثلاثة اجلبهم تجليبا عشان ما بنياي ينحرق من تحت جديش هتاخد معاكي وجد هتاخد معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما تصير معاكي بالقوام هذا اكيد الرز يكون طلع كل النشا الموجود فيه والرز نفسها دابت وصار القوام معاكي بهذا الشكل اجيب المقط في النار بدقيقة واحدة بدي اضيف المنكه اللي انا بدي احطه وبيدي اضيف الكريم شانتي او القشطة وبقلبهم كتير منيح وبعد هيك بدنا نسكو بهم باي صحون موجودة عنا اي زبادي فخار اي علاب اي حاجة انت حابة انك نضيفيه فيها بتقدري تسكو بيها حتى لو في صحن اوجات واحد كبير لكل العيلة انا انا حبيت اني اورجيكم انا بسكو في الصحون عشان نشوفوا قديش القوامي كريمي وناعم ومتماسك يعني مش كتير رخو ولا كتير جامد فما بالك لو شوية دي فيه او برد رح يتماسك معاه اكتر الخطوة الثانية اللي بدنا نعملها بهاي الوصفة اكيد بدنا نعمل طبقة الشعرية في جلاية في طنجرة في اي حاجة عندك بدك تضيف شوية من الزيت النباتي او الزبدة وتحطي عندي انا هانا كوب من الشعرية مكسر زي ما انت شايفها لقطعة كتير صغيرة رح اجلبها لحد ما تصير عندي ذهبية بهذا الشكل بعد ما صارت عندي هيك بدي اضيف عليها من نص كوب لكوب الا ربع من السكر وعندي هانا حوالي كوبين الا ربع من المية بدي اضيفهم واجلب هذا الخليط شوية ورح اغطي وهدي النار عليه لحد ما يتشرب كل المية الموجودة عليه لو لاحظتي انه لسه ما سوا تماما وبدو شوية مية بتقدر تزيدي عليه كمان نص كوب من المية بس شرط انها تكون مية مغلية وانا هيك صارت عندي طبقة الرز وحليب شوية دافية ومتماسكة حبدأ اضيف عليها طبقة الشعرية هانا انتي حرة كيف تزيني كيف تضيفي هذا الاشي كله بيرجعلك انا كل صحن عملته شكل هانا بدي احكيلك كمان شغلة اعيار اللترين عمل معايا تقريبا من صحون هدولا حوالي الخمستاشر صحن انتي اذا بدك تقلل الكمية اكيد بتقدر تعملي لتر واحد وعلى هوا بدك تتنصصي كل المقدار اللي انا حكيت لك اياه من الاول هاي الوصفة اعتمدوها لرمضان تعتبر كوصفة سحور او وصفة حلق جانبي عن جد كتير لذيذة ومشبعة واكيد ما حتحسسنا بالعطش انا كمان حبيت اني اضيف عليها لمسة بسيطة اللي هي اضافة الفزق الحلبي بتعطيها نكهة واكيد رح تعطيها شكل جمالي كتير كتير رائع النكهتين هدولا مع بعض عن جد طعامهم لا يوصف بتمنى انكم تجربوها وبتمنى انكم تحبوها وانا هيك بكون وصلت معاكم اليوم لنهاية فيديو اليوم بتمنى انه يكون عجبكم واكيد اذا عجبكم بستنى منكم دعمكم باللايكات والاشتراكات الحلوة وشكرا لكل مشترك جديد بنضمنا القناة انا كتير ممنونة لكم لتعاونكم معايا لكم مني احلى تحية من قناتي احلى الوصفات صحا وعافية